اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ان مملكة البحرين وفي ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه باتت من افضل نماذج التعايش الديني في العالم بفضل الرعاية ومبادرات جلالته الرائدة لتعزيز التعايش السلمي وترسيخ التسامح والحوار بين كافة الاديان والثقافات والحضرات وعلى مختلف الاصعدة جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية في المؤتمر الوزاري من اجل تعزيز الحرية الدينية الذي انعقد امس بحضور ممثلي العديد من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف انحاء العالم واضف معالي الوزير ان جلالة الملك المفدة يحرص على انجاز المبادرات وبذل كل الجهود لارساء دعائم التعايش السلمي بين البشر جميعا منوها معاليه بانشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي يجعل من مملكة البحرين مركزا عالميا مهما للتفاهم والحوار بين الاديان اضافة الى تأسيس كرسي باسم جلالة الملك المفدة في جامعة سابينزا في روما لتدريس الحوار والسلام بين الاديان في مبادرة تهدف الى نشر هذه القيم السامية واكد معاليه ان تاريخ البحرين يتسم بالتعايش والتعدد والسلام والتسامح وان مملكة البحرين تفخر بانها كانت وستظل حاضنة لمختلف الاديان والمعتقدات حيث توجد المساجد والكنائس والمعابد في ظل دستور يكفل الحريات الدينية والشخصية وحرية التعبير والاعتقاد والتعبد وهو ما زاد المجتمع البحريني ثراء مشددا معاليه على ان مملكة البحرين ستبقى على هذا النهج في الحفاظ على هذه الركائز مهما كانت التحديات التي تواجهها واشار معالي وزير الخارجية الا ان منطقة الشرق الاوسط تتمتع بتاريخ طويل من التعايش السلمي وان التطرف والجهل من اهم موانع الحرية الدينية واحترام الاديان وهو ما يستوجب ضرورة مكافحة الفكر المتطرف كي تعود المنطقة الى ما كانت عليه من تسامح وسلام بين الجميع واشدد معاليه على ضرورة عدم المساس بالاديان وركائزها وضرورة احترام الخصوصيات والله من البداية من يوم جات الدعوة لمملكة البحرين للاجتماع الوزاري اللي هو ايضا قسم كبير وجانب مهم من الاجتماع الديني الاوسع ورأينا الاهتمام في كلمات وفي مراسلات وفي كل النقاط التي اثيرت رأينا الاهتمام بمملكة البحرين رأينا الاهتمام بمشروع جلالة الملك حمد رأينا الاهتمام بمركز الملك الحمد للتعايش وبين الاديان هذا شيء مهم جدا ورأينا انهم ينظرون للبحرين باهتمام كبير والسبب ان نعطوا اول كلمة ما بعد وزير الخارجي ونائب الرئيس لمملكة البحرين فالحمد الله هذه شيء احنا نفخر فيه وتكلمت مع اخي معالي الوزير بومبيو وكان هناك نقاط مهمة اثيرت واحنا جزء من هذا العمل ونحيي الولايات المتحدة على هذا التوجه وهذا التوجه تعيشها البحرين من قرون كل يوم ويتطور الآن في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد التسامح الديني والعرقي والثقافي في مملكة البحرين موجود والكل يراه وهذه شيء يعني انصر بحريني اصيل فاذا الغير يشوف ان هذه شيء ممكن يتعلم مننا دروس فهذه مثار مفخرة لنا وسنواصل بس هذه كلنا احنا نركز على هويتنا وعلى نحن من وكيف نتعايش واذا العالم بيقدر هذا الشيء نحن شاكرين والله اكدنا على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين واكدنا على الامور الكثيرة والكبيرة والعميقة ما بين بلديننا من نواحي العسكرية والتجارية والاستثمارية والثقافية والامنية في كل مجال غير الجانب السياسي اللي دائما تنسيق مستمر كحليف مهم خارج النيتو كشريك تجاري مهم مع التفقية التجارة بحث معهم كل هالامور ووجت منهم تجاوب وجت منهم صداقة حقيقية وان شاء الله نتطلع الى مستقبل طيب مع هذا البلد الصديق